السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم متابعين الكرام في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة التقس لا تنسوا الاشتراك للتوصل بكل جديد يهم حالة التقس بالمغرب وفق آخر التحديثات النماذج العالمية ولله الحمد عرفت المملكة خلال السعادة الأخيرة نزول تساقطات مطارية مهمة على مستوى مهضم المناطق الشمالية فلله والحمد على هذه الأمطار ونستمنى أن تكون أمطار خير على بلادنا المغرب نستهل النشرة الجوية لهذا اليوم متابعين الكرام بتوقعات يوم السبت القادم بحول الله 21 أكتوبر حيث من المتوقع خلال فترة بعد الزوال إن شاء الله تستمر الأجواء المستقرة نسبيا على مستوى مهضم ناطق البلاد من المتوقع تشك الغيوم متفرقة على مستوى أقصى شمال غرب المملكة كما يوضح لنا هذا النموذج مع استمرار الأجواء المستقرة على مستوى باقي المناطق الشمالية وكذلك الجنوبية للمغرب وفيما يخص كذلك متابعين الكرام مساء يوم السبت دائما فمن المتوقع أن يقترب منخفض جوي إن شاء الله إلى المملكة وذلك خلال الفترة المسائية من يومه السبت حيث من المتوقع إن شاء الله خلال فترة بعد الزوال أن تعرف السواحل الجنوبية للمغرب نزول تساقطات النمطرية على مستوى السواحل الرابطة ما بين الجديدة مرورا كذلك بمدينة أغادير وخلال فترة بعد الزوال من يومه الأحد دائما فمن المتوقع إن شاء الله هنجار فامدقة قدير تارودانت وكذلك تزنيت واجلميم ما تشكل الغيوم قد تكون مصحوبة بنزول زخة مطرية وذلك خلال الفترة الصباحية من يومه الأحد ومن المتوقع على مستوى أقصى شمال غرب المملكة متابعين الكرام من أن يستمر النزول بعد الزخة المطرية على مستوى مدينة تطوان وكذلك العرائش وكذلك على مستوى منطقة سلالتازي وعلى الميمون خلال فترة بعد الزوال من يومه الأحد القادم بحول الله فمن المتوقع أن تعرف المناطق الشمالية الغربية للمغرب نزول بعد الزخة المطرية على مستوى مدينة تطنجة أصيل وكذلك العرائش هذا ومن المتوقع إن شاء الله أن يدخل هذا المنخفض الجوي إلى المغرب خلال المساء أو مساء يوم الأحد حيث من المتوقع أن تعرف مدينة شفشون عين البيضة وكذلك خرب أصيلة وكذلك طنجة الشرفات تطوان نزول زخة مطرية ستكون مهمة بحول الله على مستوى شفشون وكذلك مدينة طنجة وأصيلة هذا ومن المتوقع إن شاء الله كذلك أن تعرف المناطق الشمالية دائما نزول تساقطات المطرية خلال فترة منتصف ليلة الأحد على مستوى سيدع للتازي كامل للاميمون والزان تابودشفشون أساكو العرائش وكذلك مدينة أصيلة هذه المناطق المانية بالزخة المطرية الخاصة بيومه الأحد وكذلك يوم السبت وكذلك من المتوقع إن شاء الله خلال الفترة الصباحية والساعة الأولى من يوم الاثنين أن تصل بعد الزخات المطرية إلى سيدع للتازي وكذلك مدينة الرباط وخلال الفترة الصباحية دائما من المتوقع أن ترتكز هذه التساقطات المطرية على مستوى السواحل الرابط ما بينتج مرورا بأصيلة والعرائش للاميمون سيدع للتازي وصولا إلى مدينة الرباط ومن المتوقع كذلك أن ترتكز هذه التساقطات المطرية على مستوى شفشاون ووزان تبود كمنا وكذلك أساكن هدف مخص متابعين الكرام حالة التقص الخاصة بهذه الأيام لا تنسوا متابعة القناة لمواكبة آخر مستجدات التقص بالمغرب وفق آخر تحديثة النماذج العالمية التي نتوصل بها دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته